السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأستكمل الحديث عن جهود حماية المال العام وسأجيب على تساؤلات واستفسارات وردتنا خلال الأسبوع الماضي حول هذا الأمر من مواقع التواصل وسائل الإعلام لكن اسمحوا لي أول أن أعرج على قضايا ساخنة متداولة خلال الأيام الأخيرة منها جرائم ارتكبت تدمي القلب وتطلبت إنفاذ القانون وموضوع فتح المطارات وتداعياته على المغتربين وموضوع الباعة المتجولين برسائل سريعة أول شيء موضوع الجرائم اللي حصلت ثلاث أرواح وبهذا بالرغم من تغليض العقوبات في قوانيننا لا تزال هذه الظواهر المؤسفة والمؤلمة ترافقنا وسوف نقوم بمراجعة كافة الإجراءات والأدوار والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة للحد منها فيما يتعلق بإنفاذ القانون لا بد أن نؤكد على ثقتنا بنشامة رجال الأمن العام على عملهم الدؤوب والمخلص والحرفي في القبض على كل من يخرق القانون ليحال قضائنا العادل والنزيه ونؤكد مرة أخرى أن كل من يخرج على القانون ستطال يد العدالة دون استثناء نشكر أجهزتنا الأمنية العين الساهرة على سرعة استجابتها وتعاطيها مع مثل هذه القضايا القضية الثانية التي كانت مطروحة هي فتح المطارات وخلينا نكون واضحين أولويتنا الأولى هون لعودة أبنائنا الأردنيين من الخارج وهنا أؤكد أننا نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال للمغتربين لكن بدون تعريض حياتهم وأسرهم للخطر وسيكون هناك إعلان رسمي هذا الأسبوع سيجيب عن كافة الاستفسارات والأسئلة والتخوفات من فتح المطارات وتداعياتها قضية الثالثة طبعا هي موضوع الباعة المتجولين كلنا شفنا صور وبديوهات في الأشهر الأخيرة وفي الأيام الأخيرة على هذا الموضوع اليوم سنناقش هذا الموضوع في مجلس الوزراء لأن هذه قضية مهمة كلنا متفقين أن علينا أن نراعي الصحة العامة وسلامة الغداء وطبعا متفقين أن علينا التأكد أن العربات لا تقف أمام واجهات المحال التجارية ولا تعيق حركة المشاه والمرور لكن في نفس الوقت وفي الظروف الحالية الاقتصادية الصعبة واجبنا جميعا أن نعمل على زيادة عدد الأسواق الشعبية وأيضا السماح بتجوال الباعة في مواقع محددة وهذه ممارسة موجودة في كل دول العالم لكن علينا تنظيمها وأفساح المجال إلها في مدننا الأردنية موضوعنا اليوم الأساسي هو حماية المال العام كشعار هذا مطلب للجميع لكن ما أن يدخل حيز التنفيذ إلا ويواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض جزء من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعة لكن جزء آخر من هذه المقاومة هو من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود وأي تغيير في هذا الوضع القائم سيؤثر على مصالحها سلبا لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة أي تغيير يمز بمكتسباتها لكن في جميع الحالات القضاء هو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز بأي حال من الأحوال استباق قرار القضاء وإصدار أحكام بحق أي شخص لم يبط القضاء بأمره بعد وأود هنا أن أؤكد على أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي ولن نتراجع عنه أبدا إخواني وأخواتي سوف يقر مجلس الوزراء هذا الأسبوع مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة لمنح ديوان المحاسبة وهيئة النزاه ومكافحة الفساد مزيدا من الاستقلالية في عملها ومن أهم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة هذا الأسبوع أيضا هي توقيع اتفاقية دولية وأعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول التهرب الضريبي والازدواجي الضريبي هذا الإجراء مهم إجراء دولي مشترك يهدف إلى ضبط التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى ملاذات آمنة ونحن فخورون بهذا التوقيع لأنه سيحد بشكل كبير من غسيل الأموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية ونعمل حاليا على تعديل نظام دائرة الجمارك بنظام أيضا متطور يختصر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع إلى نصف الوقت المتطلب حاليا وسيمكن الدائرة من تقييم أفضل للبضاعة وهذا رح يزيد من تنافسية ميناء العقبة ومراكزنا الحدودية وسوف يعزز حماية المال العام بشكل كبير أيضا وصلتنا كثير من الأسئلة حول وضع الموازنة الأسئلة مستمرة استفسارات عن الإرادات عن النفقات عن المنح عن القروض وعن آليات أوجه الصرف وكيفية التأكد من أن الصرف من الموازنة كان وفقا للأولويات ضمن الإجراءات القانونية الصحيحة وأيضا استفسارات حول طلبات التقصيد للضريبة أو الإعفاء من الغرامات عليه وجهت معالي وزير المالية لتقديم تقرير هذا الأسبوع حول مستجدات النفقات والإرادات والفجوة بينهما للست شهر الأولى من السنة وتحديث هذا التقرير بشكل شهري وعرضه من خلال وسائل الإعلام وأيضا وجهت معالي وزير المالية أيضا في ما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك بعادة النظر في كافة التعليمات التي تسبب لبس أو ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين وتحديد بدائل الاعتراض أو التظلم اللي بتسهل حل أي ملفات عالقة إن شاء الله اسمحوا لي أأكد على مجموعة أمور موجودة ومتاحة حاليا المواطن أو الشركي اللي بترغب تصحيح إقراراتها الضريبية السابقة من تلقاء نفسها تستطيع ذلك وبدون أن يترتب عليها أي فوائد أو غرامات عن هذه الإقرارات السابقة وأذكر أيضا أي مواطن أو شركة ترغب بتقصيط الضريبة على دفعات في ذلك أيضا متوفر على الموقع الإلكتروني للضريبة ويمكن للمواطن أو الشركة أن تطلبه وأيضا أذكر أن أي مواطن أو شركة يعترض على التقدير الضريبي والغرامات ويسعى إلى تسوي فبإمكانه التقدم إلى لجان التسوي وهذه لجان مستقلة يترأسها قاضي وقد تم البت في مئات من الملفات في الأشهر الماضية وسوف نسعى إلى تطوير الإجراءات والتعليمات حتى نسهل الالتزام الضريبي وهون ما فعلا يعني لا يسعني إلا أن أشكر الغالبية العظمى الملتزمة من مواطنيننا وقطاعنا الخاص موضوع آخر متعلق بالمال العام تيجينا كثير أسئلة على الأوامر التغييرية في قطاع الإنشاءات في مشاريعنا للبنية التحتية وبتفاعل الموضوع كثيرا على وسائل التواصل ببساطة الأوامر التغييرية جزء من العقد ولها أسباب ومتطلبات مثلا ممكن يكون في خطأ بالتصميم أو عدم دقة بجداول الكميات أمور أخرى تجابه المقاول في الميدان أثناء التنفيذ هذا أمر طبيعي ولكن إله محددات وأن لا تزيد نسبة الزيادة في الأوامر التغييرية عن 25% من قيمة العطاء الأصلي لكن للأسف تكرار هذه الحالة وحجمها المالي اللي وصل في بعض العطاءات إلى زيادة 700% يوجب ضبط التعليمات والإجراءات للحد من هذه الأوامر التغييرية إلا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة وقد وجهت معالي وزير الأشغال لتوضيح الإجراءات اللي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة والحمد لله الأوامر التغييرية في نزول كبير عادة وقيمة وهنا فقط أود أن أؤكد على ثقتنا التامة بقطاع الإنشاءات بشقيه المقاولين والاستشاريين أهمية هذا القطاع مساهمته بالاقتصاد الوطني ووجوده على مستوى إقليمي بشكل فعلا نعتز فيه وختاما نؤكد أن حماية المال العام هي مسؤولية مشتركة على الحكومة من جهة وعلى المواطنين الواعين من جهة أخرى وأود أن أشكر المواطنين على دعمهم ووقوفهم خلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المختصة في هذا المجال وكما تعهدنا من قبل لن نتهاون في اتخاذ ما يلزم لصون المال العام ومنع الاعتداء عليه وضبط الإنفاق وتطوير مختلف التشريعات التي تمكننا من حماية حقوق المواطنين ومقدرات الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر